موسيقى زي ما الحب فيه مية بتسقيه وقلت لك عليها أسس تلاتة كده لبقاء الحب حي فيه خطايا بتقتل الحب لازم تبقى عارفها لأن ساعات الإنسان بيغلط غلطات يهدم معاها عشرة سنين وبالتاني مهم جدا أن الواحد في العلاقات كلها وتاني بفكر نفسي وفكر حضراتكم مش بتكلمة لحب الرجل والستة بس حب عموما اللي هو أرقى عبادات دنا فأول خطيئة تقتل الحب هو جفاف الكلمات مفيش حد في الدنيا ما بيعرفش أقول كلمة طيبة كلمة طيبة فيها تشجيع أو ثناء على صفة جميلة أو كلمة حلوة على لبسه أو فعل كويس يعملوا فنشجعوا عليه سموه الأكنالجمنت تأكيد معين كده وإحنا بالمناسبة عايشين على حاجة تعلمناها كده في العلم الحديث اسمها السوشيل استروكس الطبطبة الاجتماعية الإنسان جعان للسوشيل استروكس دي وده اللي يفاهمك ليه إحنا لما بالحد بيعملنا لايك كتير على البوست بتاعتنا على السوشيل ميديا بنفرح إن أنا فيه تأكيدات إن أنا قلت كلام حلو وبالتالي الكلمات بتحيي البني آدم وإحنا مخلوقات ناطقة والعقل بيفهم ويستوعب ويتطمن لما يسمع كلام حلو عشان كده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت تسأله السيدة عائشة كيف حبك لي فيقول لها كالعقدة زي ما احنا كده نقول بحبك قد الدنيا النبي كان يقول لها كالعقدة يعني عمره ما يتفك فكل شوية تقول له كيف حال العقدة فيقول هي على حالها وكان يقول للسيدة عائشة إنه ليهون علي الموت أني أريتك زوجتي في الجنة شوف الكلام هنعيش مع بعض في الدنيا وفي الأخرة كلام يحيي اللي قدامك بنتي بتقول هي خريجة أداب بتقول بدأت علاقت بأمي بعد 22 سنة إحنا أسرة ما بتقولش كلام لبعض ولا بنخش نتسلم ولا نموز بعض سلامنا كده جفاف كده طبايع بعض الأسر ما فيش تقارب كده وود جميل ونظرات حلوة لغاية ما أخدت كورس في علم من علوم النفس بعد ما خلصت الكلية والكورس ده مدته أسبوع وكان عندنا واجب يتحمل كل يوم تنقي حد وتغرقوا بالحب فمن ضمن الحاجات اللي كانت مطلوبة إنك أنت في يوم من الأيام ترجع البيت وتقوله تلت جمل عشر مرات في حاجات مختلفة يعني تنقي عشر حاجات حلوة عملها وتقوله على كل حاجة تلت جمل فمثلا رجعت البيت بتقول ماما عملت الغداء مطلوب مني تلت جمل حلوين على جمال الغداء وانا عدا أفكر أقول لها قدي إيه الأكل طعمه حلو وإزاي رصت الترابيزة جميلة وإزاي الأكل النهاردة شبعنا وبعدين بعد كده مطلوب منها تلت جمل على حاجة تانية فتبص على ترتيب البيت أنت تبص على شكل مامتها هو الواجب كده إزاي تطلع الكلام الحلو بتقوله على الأختي بدأت بأمي من الحتة دي شفت نظرات في عينيها أكنها أول مرة أكن حد بيقولها كلام جميل بيعكسها كده وهي فرحانة حست بأمتها في كلامي وفعلا قدي إيه الواحد لما بيسمع كلمة جميلة بيتطمن على نفسه ويحس بأمته والإنسان الكبير اللي بيحسس الناس أنه هم مكبار لما قربوا منه من الخطايا التي تقتل الحب ضعف المساندة في الأوقات الحارجة ست بتحكي بتقول أن أنا علاقة بجوزي كانت علاقة وشغال ماشية مفيش حنية جمدة قوي بس في الآخر علاقتنا قوية لغاية ما بويا مات ولما بويا مات أنا كأن ظهري كسر كأن حيطة كنت تسند عليها وانهارت وقعدت فترة وأنا تعبانة جدا من فراء الإنسان اللي طول عمره بيدعمني وبعد شهر ونص بدأ جوزي يقول لي بقى مش خلاص بقى ولا مش كفية نكت بقى ولا إيه ما الناس كلها بتموت والحي أبقى من الميت عايزين بقى اللستوانة دي بس كلا ما أعمل إزاي هي بتقول إن جوزي كنا ماشيين وبنزق كده في الحياة إنهار جوزي بسبب الطريق إنهار في عناية يعني سبب عدم المساندة ضعف المساندة في وقت زي ده على فكرة هو لو عايزها وبيحبها من قلبه بجد وعايزها تطلع من المود اللي هي فيه يقول لها يا حبيبتي خد بالك أنت كده صحتك وأبوكي فعلا ده كان ليه طالة في الدنيا كبيرة ويتحزن عليه بس ما عليش احنا محتاجينك لكن لما يقعد يقول لها مش كفية نكت وخلاصها والناس كلها بتموت يعني مش قوي واحد يموت والحياة أبقى من الميت ده فيه نوع من التفكير في الذات مش التفكير في اللي قدامي وده بيقتل الحب يا جمع عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لفت النظر للموضوع ده وقال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على عبد من عباد الله وبعدين ذكر مسان ده في أوقات حرجة تطرد عنه جوعا تقضي عنه دينا تكشف عنه كربة يا سلام لو عملت ده مع المقربين صحاب المقربين والأرايب وأهلنا لو عندهم كربات أبويا وأمي أو حد من الناس اللي أنت عارف أنه ما يستغناش عنك فجفاف الكلمات وقلة الدعم في الأوقات الحرجة خطايا شديدة تقتل الحب وده الأساس التاني في رحلة حياتك وانت بتبني علاقتك مع العبادة الكبرى في دينا وهي الحب ترجمة نانسي قنقر